اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء أن أفاق التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة تشهد مواصلة الجهود لتنميتها على المستويات كافة بما يعود بالخير والنفي على البلدين وشعبيهما الصديقين مشيرا سموه إلى ما تحظى به العلاقات الثنائية من رعاية واهتمام من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جاير بولسنارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وسعادة الفريق الركن ذياب بن صغر النعيمي رئيس هيئة الأركان سعادة الفريق أول بحري فلافيو روشا السكرتير الخاص الشؤون الاستراتيجية لفخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة حيث نقل سعادة الفريق أول بحري فلافيو روشا إلى جلالة الملك المعظم القائد الأعلى وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء تحياتي وتقدير الرئيس البرازيلي كما حمله سموه نقل تحيات جلالة الملك المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه إلى فخامة رئيس جاير بولسنارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية وتمنيات جلالته للبرازيل الصديقة بمزيد من التطور والازدهار مثمنا سموه حرص الرئيس البرازيلي على تطوير مختلف أوجه التعاون مع مملكة البحرين بلوغا للأهداف المنشودة ونوها سموه بمسار العلاقات الواعدة بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية والتي عززتها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والزيارات المتبادلة لافتا إلى أهمية الدفع بسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة بما يصهم في رفض مختلف القطاعات الحيوية ويصب في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبه عرب سعادة الفريق أول بحري فلافيوروشا عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام بتطوير العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية متمني للمملكة المزيدة من النماء والتقدم